عايز تتجوز بتفكر تتجوز حاجة جميلة وقرار رائع بس في مصر بقى القرار ده لو فكرت انك تتجوز المفروض انك تروح لأهل العروسة شان تتقدم تعرف رأيهم تعرف موافقين ولا لأ يسألوا عنك تسأل عنهم لكن في مصر المحروسة هتروح الأول عندك مشوار قبل ما تروح لأهل العروسة هتتقدم للأمن الوطني هتدخل على أمن الدولة الأول تاخد الإذن ما تستغربش ده اللي حصل فعلا مع النشط السياسي إسلام عرابي بعد ما استدعوه وأخفوه قصريا علشان راح تتجوز من غير ما يبلغ الأمن الوطني أول الله العظيم زوجته كتبت التفاصيل على حسابها على موقع فيسبوك وقالت ان السلطات الأمنية زعلانة ازاي بيتجوز إسلام من غير ما الأمن يعرف اقرأ كده سارة مرات إسلام بتقول إيه بتقولك من مبارح خاصة من بعد ما بدأت أكتب عن اختفاء إسلام وكتير دخلوا يتطمنوا ويسألوا إيه السبب أو إيه اللي حصل عشان يتاخد أو يستدعوه الحقيقة أن السبب فعلا مضحك مبكي يعني دموعك تنزل وانت بتدحك ضحك هستيري طب إسلام عرابي تم استدعائه تليفونيا من جهة في الأمن الوطني وتقال له نصا بص الحوار عارف تقال له إيه قال له يا إسلام أنت تجوزت تجوزت من غير ما تقولي ده الزابط الباشا في الأمن تجوزت من غير ما تقولي طب عققت ولا دخلت طب تعالي بقى حالا وهات معاك القسيمة والبطاقة وخلينا ندردش طيب يا جماعة إسلام تم استدعائه واختفى عشان ما قالش أنه تجوز المفروض أننا نروح نستأذنهم مثلا طيب أنا أسفى يا حكومة عشان ما استأذنتكيش ولا قلتلك أسفى أني ما حشرتكيش ولا دخلتك في حياتي أنا فعلا بتأسف لنفسي والجوزي والحياتنا هنا واللي وصلنا له ومعرفش ليه طبعا لازم تستأذن هو أنت فاكر أن أنت إيه الحكومة لازم تتطمن على الجواز الحكومة ما بتحشرش نفسها في حياتك الخاصة بالعكس ده الرجل كان عايز ينقيله قال له هات القسيمة وهات البطاقة وتعالى ندردش في الموضوع ومن ساعتها ما ظهرش إسلام خلصت الحدوتة أنت مش في بلد الكلام ده ما بيحصلش حتى في دول الاحتلال الكلام ده ما كناش بنسمع عنه من أيام النزية والفاشية وموسوليني وهتلر والأخ الكبير ورواية جورج أورويل و84 والدولة البوليسية ما بيحصلش في 2020 الكلام ده في أي حتة في الدنيا عمل إيه إسلام؟ ما استأذنش الباشا؟ لازم أروح الأول أشيك عن الأمن الوطني قبل ما تقدم للعروسة؟ تخيل مصر بقى بيحصل فيها إيه؟ وإحنا في بداية سنة جديدة العديد من المنظمات الحقوقية نشر التقارير السنوية عن الوضع الحقوقي في مصر اللي تصعدت في الانتهاكات بشكل غير مسبوك ومنها اعتقال المواطنين وإخفاءهم قصرياً وبعد كده يا إما يتم الإعلان عن تصفيتهم بدعوة تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن أو بيظهروا على زمة قضايا ملفاتها الجهزة والمتستفة عدد المختفين قصرياً في مصر معدي الحداشر ألف خلال السبع سنين اللي فاتوا حداشر ألف ما تسمعش عنهم من بينهم خلال عشرين عشرين بس اللي فاتت دي تلات تلات خمسة واربعين حالة من بينهم تسعة وتلاتين سيدة وفتاة حتى البنات بيتخطفوا وبيختفوا ما حدش بيعرف راحوا فين وتيجي تقول لي بعد كده أنت في دولة ويجي السيسي يقولك إحنا عايزين نروح لدولة مدنية حديثة ديمقراطية ترجمة نانسي قنقراتي